اشتركوا في القناة تقنية تأمل قوية جدا تربط العالم الروحي بالعالم المادي من خلال العنق منطقة الحنجرة اي شاكل الحلق امتنان شكر كبيرين للحكماء والمعلمين والمرشدين منتشرين على سطح المعمورة في هذا الزمن لانقاذ المركب المترنح نجلس وضعي مريحة استقامة بالعمود الفقري اللي ما بيقدر يستلقع الارض بس يفضل دوما جلوس باستقامة العمود الفقري يمكن وضعه وسادي أسفل الظهر ناخد نفس عميق الزفير بيكون عادة ضعف الشهيق نجديد نفس عميق دوما بالزفير يفضل خمس البطن لجوه للداخل لطرد الهواء العالق بالرئتين بضغط الكجاب الفاجس رمض لعيوم تابع تنفس تنفس ضروري لراحة الفكر ساعدنا على التفضيل مع التقني مراكز على منطقة العنق لداخل الحنجرة بالعمق نقطة مضيئة ندخل التركيز فيها نتنفس بهالمنطقة تنفس عادي نقطة مضيئة ومن ردد صوت ام ام بحيث تهتز منطقة الحنجرة مع النقطة المضيئة التي بالعمق فكرنا فيها الآن نقطة مضيئة ام ملق راقب الاحتزاز وين عبي يروح؟ هل عبي يروح للجانبين؟ للأعلى؟ للأسفل؟ أو للأعلى والأسفل معا؟ يشعر فكرنا بالعادي يتقلب العالم الخارجي مع الموجات الخارجية الآن سنجعل الموجات تنطلق من مركز الحنجرة للخارج والفكر نجيبه وبدو أنه هو المركز نسحب الفكر فكرنا للداخل داخل النقطة المضيئة اللي بيعمق الحنجرة نجديد راقب الأم ام 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 اشتركوا في القناة خلي كل وعينا بداخل الفنجرة مع النقطة المضيئة والموجات اللي تطلع للأعلى والأسفل ضمن العمود الفقرين ركز عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونركز مع الموجة اللي راح تنزل لتحد بحيث يصير وعينا بمنطقة البطن معها موسيقى اشتركوا في القناة 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 لمنطقة البطن نرشع بواعينا لعمق الخنجرة ونقطة نور المبيئة اللي هي مركز مبتصد مع انصر الفضاء الأكاشا مع زرقة السناء الاهتزاز الأزرق في منطقة العنق نركز علينا الشفاء هي الرابط العجيب بين العالمين العلوي والسفلي أو الروحي والمادي نركز مع الاهتزاز على طاقة اللون الأزرق الشفاء منطقة العنق بكل تفصيلاته لون الأزرق السماوي اللطيف وبجدد حيوية كل خلي بنشط الغط الدرقي بعيدها للتوازن تغلغ اليكونا ومن تفصيلاته نشعر من خلال هذه السماء الزرقة هذا الفضاء الواسع ومنطقة العنق بانفصال الرأس عن الجسد وكأنه نحن صرنا قطعتين موصلين عم نتصل من خلال زرقة السماء عم نشعر بالعالم الروحي العلوي متمثل بالرأس عالم الوعي الصافي النقي وممثول العالم النقي كما هو الرأس في الأعلى بأفكارنا عم تناكس علينا الواقع المادي ما خلال زرقة السماء الصافي في منطقة العنق مشانهيك نحول الزرقة الصافي لا تشفي كل أذكارنا اللي عم تمثل وعينا عم تترسّب بشكل مشاعر وتعلقات بمنطقة البطن عم نشخي كل خليل من خلاينا باللون الأزرق نشخي منطقة العنق منطقة الرأس منطقة الأكتاف أرخاء لكل العضلات المتشنية نرجع من دقق لعمق مركز الفنجرة نشوف هذا الجمال اللي الإنسان مخلوق عليه وهذا السمو اللي فاقده من خلال ماديّة الطلاع إنسان كائن سماوي قدر يعرف حاله الآن إنه هو مستوى أعلى مما كان يظن بكثير بهذه اللحظات الثاني وانتنبت العهد بكلمات السمو مولايا سبحانك فجر نزعت عني الدثرة وطهرتني وأدخلتني الكوثر واستخلصتني لك ولم تترك فيها بقية من توجه وأقبال لغيرك لقد عجب الذين لم يشاهدوا نور السبيل الشعشعاني كيف انسلخت تلك الأشباح من أثواب غرورها وتدترك بقطع من علائق سرمديتها فحيا ما مات بها من أعمار المتوجهين إليك والمقبلين عليك إذ الحناجر خالصة بالمشاهدة والتخليط إذ الحناجر خالصة بالمشاهدة والتخليط بالمشاهدة 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 الآن اللي بيحب يتابع تأمل بهذا السمو بيقدر يتابع واللي بدو يرجع بعد دقيقة من الآن يعطي أمر العقب الباطن أنه سيبدأ بفتح العيون بالتدريج لحي ننقل موجة السماء للأرض من خلال أفعالنا اليومي من خلال أقوالنا أفكارنا مشاعرنا يكون الحب فينا سامي والفكر نوراني والشعور دوما لطيف إنجابي والكلام فيه خدمة التشجية لتجاوز المحن والبلايا والحزن والخوف والروابط والعلاقات والمعتقدات المتطرفين من هذا السمو نفتح عيون شوي شوي بالتدريج نعقد العزم على أن ننقل رسالة السماء لعالم الأرض بعد أن ادركنا وانضى من حقيقتنا والسلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله